اشتركوا في القناة ان الموضوعات السياسية دي بيكون صعبة ومعقدة فهيكون معنا النهاردة ضيف المحتوى بتاعه على السوشال ميديا بيتميز دايما بانه سهل وبسيط واي حد يقدر يفهمه ويستوعبه بسهولة حتى لو كان الموضوع معقد جدا ونورنا الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور اهلا بك يا شريف الحمد لله مبسوط ان انت رجعت تاني لانا اكتر بجد انا اول حاجة عايزة اعرفها انت شخصيا ايه اكتر الاحداف العالمية اللي بتحصل لشغلاك اليومين دون بصي احنا بقالنا فترة الترندات العالمية كلها هي حروب بسلم حروب يعني انا اشتقت للزمن الجميل لما كان بيطلع ترند بسبب ممثل عمل حاجة ايه الحاجات الجميلة دي نعم احنا كلها حروب يا امراض وفيروسات طبعا قبلها لكن اعتقد انه الايام الاخيرة كان اكتر ترند عالمي ويهمنا احنا بشكل مباشر هو اللي حصل في لبنان وموضوع التفجيرات اللي حصلت واللي تطورت وفي احتمال دخول حرب كبيرة في لبنان طيب ان نبتدي بالاحداث اللي بتحصل دلوقتي في لبنان حادثت البيجر طبعا اللي قصرت الدنيا كلها عالميا طبعا على السوشال ميديا احكي لنا عنها باختصار الفكرة في حادث البيجر انها حاسة جديدة طريقة جديدة انه يتم تفخيخ اجهزة البيجر اجهزة البيجر دي هي اجهزة نقدر نقول انها اجهزة صل متخلفة قديمة جدا يعني انا فاكر انه مثلا من 15 سنة قبل الموبايل حد الدهاني هدية على انه ده جهاز ما بيقاش حد يستخدمه البيجر ده جهاز فيه شاشة صغيرة جدا بيجيلك انه الرقم ده بيكلمها فانت تروح تكلمه فكان حزب الله بيعتمده على اساس انه هو ما فوش حاجة ترائد صح معروف حتى الموبايلات القديمة اللي هي بزرائر دي صح صعب ده مرائبته فما بالك بجهاز البيجر ده ما فوش اي حاجة فكان بيبعت للقواعد بتاعته عن طريق البيجر رسالة فيروح على قرب خط ارضي واتصل على اساس ان يكون الموضوع يعني ما فوش دايرة حد يقدر يخترق فاسرائيل قدرت تفخخ اجهزة البيجر دي وتفجرها وحصلت وفيات واصابات في يوم واحد في عملية ما شفناش قبل كده ازاي ده حصل فيه توقعات كتيرة فيه توقعات دفعة الاجهزة البيجر البيجر اخيرة اللي هم استراموها كانت مفخخة او ان هي تحطلها برنامج يخليها تنفجر يخليها تسخن البطارية بتاعتها تنفجر ما حدش عارف بالزبط ايه اللي عملوه ولكن اللي عملوه هو حاجة ما قدر نقول ان هي بتغير شكل المواجهة اللي بتحصل انت قدرت اولا في خيانة طبعا طبعا كبيرة مدنيين لأ فيه خيانة كبيرة من اللي سلم الحاجات دية وفيه اختراق لشبكة الاتصالات اللي موجودة اللي هي مفروض شبكة اتصالات مغلقة فيه اختراق من بره ان هم عارفنا ان فيه واحدة عينوها من كم سنة عشان هي توصل ان هي تعمل ده في الناس بتخطط على مدى بعيد المدنيين دايما مأزيين بس ايه اللي هيحصل بعد كده دينا شوفنا حزب الله عمال ياخد ضربات وهو مش عارف يعني هو كان مسك نفسه ان هو يرد حتى ايران حصل فيها الضربة ومحدش ان هو يعني ما اقتلوا فيها الشخص وما حصلش حاجة فإيه اللي هيعملوا حزب الله حزب الله بعد لما هم عملوا موضوع البيجر راحوا عملوا سلسالة ضربات جوية قاتلوا فيها مجموعة كبيرة من قيادات حزب الله قيادات حزب الله حتى ما بيشروش بيجر فالنزل العرفون ده فيه واحد كان في اجتماع تحت الارض بدورين فبعتوا طيار الطيارة ضربت المرنة وبعد كده ضربت ضربة بعدها عشان توصل لتحت الارض عدد كبير من قيادات الصف الاول السوش هيدت وتقتلت الفترة ديت وفي منهم بعدها بيومين حصل ضربة تانية حصلت يوم الاتنين قاتلوا فيها عدد تاني من الناس حزب الله هيرد ازاي حزب الله ضرب كم ساروخ لغد الوقتي هو تقدري تقولي هو واقف في منطقة مش عارف يعمل ايه هو لو رد اسرائيل هتخش تعمل ضربة شاملة هتدمر فيها كل حاجات اللي هو بناها الفترة اللي فاتت و هتدمر كمان اقتصاد لبنان اللي هو اصلا لبنان في اسوأ فترة مر فيها الحرب الاهلية أنا عندي أصدقاء لبنانيين رحت لبنان كتير جدا الحرب الاهلية لما كانوا اللبنانيين بنووتوا بعض كما عشان حسن من دلوقتي يعني كان فيه اقتصاد وكان فيه ماشي اصلا عندهم مفيش كهربا بيجي لهم كهربا كم ساعة في اليوم صح فتضرب الكم ساعة كم يوم دول المياه على طول فقط على كم ومفيش حد هيساعتهم ومفيش حد هيحل المشكلة لان هي بقت ساعة سراعات جنبه سوريا هي كمان مضروبة وفي ناس كثيرة بتلعب في المنطقة حتى ايران اللي هي كان بتسنتهم فهي ايران هي كمان عندها مشكلة هي مش عايزة تخش في سراع مباشر مع اسرائيل فاسرائيل تروح تضرب منشآتها النووية اللي هي عايزة تستنى عليها شوية عشان تكون وصلت تدرجة أعلى شوية انت بتتكلمي في وضع معقد عارفة زي السراع بمتعة الديوك هما اللي اتنين بيجروا يا اما هيخبطوا في بعض موتوا في بعض يا اما معتمدين على ان في واحد منهم هيقلق في وسط الجاري فيحود فالتاني يكامل والتاني هو اللي فاز مين اللي هيحود فالتاني يوكل ضربين في بعض ما نعرفش طيب على السوشال ميديا اختلفت القراء بين الوضع حاليا في لبنان يعتبر مناوشات بين الطرفين وانه هيخلص والرأي التاني طبعا كان عكس ده تماما وبيقولوا انه لا ده هيحصل حرب والموضوع هيوسع وهيكبر اكتر من كده بكتير انت اي رأيك رأيي انه مصلحة اسرائيل انه الموضوع يوسح ليه مصلحة انه يوسع لانه الموضوع في غزة هو حق اللي هو عايزه فبقى هو محتاج لحاجة يفضل يعمل فيها وخود اللي هو بيعمله ويقول انا بعمل لكم انتصارات ينقذ رئابته من الحساب اللي ممكن يتحذبه في صعب اللي حصل في سبعة اكتور بالزبط فهو الخطاب بتاعه تشوف حتى الخطاب اللي قاله من يومين هو الرجل بيتكلم انه انا هتهر منطقة فيه دلوقتي عندنا مشاكل في الحدود الشمالية فانا هخلص على المشاكل في الحدود الشمالية فبالتالي هو عايز يدفع الوضع بكل طريقة انه هو يوصل لحرب في نفس الوقت العالم كله الانتخابات في امريكا مخليها امريكا مفاشل استقرار فبالتالي مفيش حد هيقوله اوقف او السنة او يضغط عليه يعني الوقت مهيئ بالنسباله انه يعمل لقاء اللي هو عايزه لغاية لما يجي رئيس امريكي جديد ورئيس الامريكي ده ويستخر في مكانه ويكمل ادارته اللي هو بيقعد ست الشهور لغاية لما يستخر فكون عملت اللي انا عايزه طيب خلينا نروح للانتخابات الامريكية برضو السوشال ميديا الاختلاف جامل جدا على الرأي ان مين اللي هيكسب الانتخابات هل هي كاميلا ولا ترامب انت ايه رأيك بصي هو وجود ترامب تاني ده في حد ذاته شيء عجيب مخلناش نفكر مزبوط واحد يخسر ويخسر خسارة صعبة بس كشخصية متوقعة برضو شوية هو شخص يعني غريب شفتي من يومين برضو او ثلاثة ايام طلع عملة ترامب عمل عملة فضية حط عليها وشه وقال انه هيباحها بمية دولار ومنها طبعا سعرها كفضة بتكلف اقل من كده فهو ترامب شخصية مين هيفوز اخر سطلعات بتكلم انه الفرق ما بينهم اتنين في المية فمحدش يقدر يعرف مين هيفوز طب احنا كعرب احنا انهي احسن لنا ان هو يكتب ولا ما فيش هو في العادلة ما فيش بس احنا مثلا في فترة ترامب كان في تفاهم اكتر ما بيننا ما بين الادارة عندنا والادارة عندهم اكيد كانت احسن يعني الجمهوريين بنعرف نتفاهم معهم اكتر من الديمقراطيين لكن لو تقولي لي مين فيهم لا يعني هو الاتنين جايين ينفذوا اجندة بالذب والاجندة بتاعتهم اجندة بتاعتهم فيها قيمة مصالح قيمة مصالح دي احنا مش في اولوياتها هو الفكرة ان فيه حد ممكن يكون جريء اكتر بس اقولك حاجة دايما انت بتوصلي في الاتفاق مع الشخص اللي يبدو نفذ اكتر لان هو مش محتاج انه يلون كلامه يعني احنا لما عملنا معاهد السلام احنا عملناها من حزب اللي كود اللي هو مفروض يعني حزب متشدد بالذب لانه المتشدد هو بيبقى قدام وده الحزب اللي اصلا منه نتنياهو المتشدد بيقول انا اصلا يعني هو مش محتاجي بره للناس افعاله لانه هو معروف انه هو اصلا متشدد فلما يعمل خطوة جريئة الناس بتقبالها اكتر من شخص هو اصلا يعني معلش بتاع فبالتالي بيبقى خايف ياخد موقف جريء لانه هو اصلا معروف عنه انه هو مهادم ومخايف على مصالحه اكتر فترامب قادر انه ياخد قرارات اكثر جرأة في مصلحتنا او لا يعني الله اعلم بس ترامب مثلا ساعت مشكلتنا مع اسيوبيا كان موقفه داعم لنا اكبر اكتر بكتير من بايدن بعد كده يعني احنا كان عندنا قوة اكبر وعمل المفاوضات عنده واستضافهم وبعد كده شفنا الاتصال عامله مع رئيس الوزراء الاسيوبيا يؤلمنا مصر من حقان يا ممكن تضرب يعني الرجل تكلم بطريقة مختلفة ولانه هو عنده مش عايز اقول حتة مجنونة بس عنده حتة كده غريبة فبهم بيقول حاجات غريبة الناس بتبلح صح لانه هو كده طب فيه كلامة قال من ترامب وكمان قاله بايدن ان في حالة خسارة ترامب ممكن يحصل اوضاع تخرج عن السيطرة تماما ايه رأيك في كلام ده بصي اعتقد انه امريكا طبعا طبعا موحدة ولا هيحصل حرب اهلية ولا الكلام ده كله هيحصل ملاسانات من هنا وهنا بس ده كلام للاستهلاك المحلي ولكل واحد عايز يخوف التاني من لو انا ما جتش وبيغزيها ناس كتيرا لكن هل امريكا مجتمع مترابط لا بس هو في دولة خوية دولة خوية دي تقدر تحافظ عليه هتقدر تحافظ عليه لغاية امتى اكيد لسه شوية لانهما لسه لو اعتبرنا ان الدول زي البني قدمين هما في مرحلة الشباب لسه مش في مرحلة انه هو الدولة ضعفة فتقدر تتفسخ لا لسه شوية طب تفتكر انتخابات الامريكية اللي جاية دي ممكن يحصل اي تغيير في الاوضاع في غزة اعتقد انه اي رئيس جديد هيجي هو عايز يبين للناس امارات ويبين للناس انه هو احدث تغيير كبير يعني ممكن يكون على فكرة ترامب وانتنياهو لما راح امريكا من فترة عريبة راح قابل ترامب في البيت ممكن يكون بيضغط عليه انهما ما يخلصش الحرب غير لما هو ييجي ممكن في الناحية التانية الديمقراطيين بيضغطوا عليه عشان يقولوا ان احنا عملنا انتصار فدو تيزود من شعبيتهم اه طبعا اكيد لان حرب غزة خلص حرب غزة خلي بالك هما حقققوا بشكل كبير اهدافهم اللي هما عايزين يعملوها بشكل او باخر يعني فهما لسه عندهم عداف تانية فيقدروا يتفاوضوا عليها يعني هما في الاخر سياساتهم طول عمرهم ايه انه هو بيتشدد جدا عشان يبقى انه هو مش هيتنازل ولو ربع خطوة يعني انه هو بحطف انه هو عايز ايه وعارف هو ممكن يتنازل عن ايه بس لما ديكي انطبعا انا مش هيتنازل عن ربع خطوة فلو تنازل عن ربع خطوة تفتكر ان ده انت صار صح طيب نروح بقى البوتين وتصريحاته هو هدد في الفترة الاخيرة انه يحصل حرب في اوروبا ايه رأيك في بيحصل بس برضو ما اعتقدش الحرب العالمية دلوقتي مش زي من في الاربعينات في الاربعينات مات فيها 25 مليون واحد حرب العالمية التانية ماشي انما لو قمت حرب عالمية تالتة دلوقتي العالم كله هينتهي عالم ما بعد قوة نووية في قوة كبيرة مش هتضرب بعض هي ممكن تعمل حروب بالوكالة ممكن مثلا احنا نساعد اوكرانيا عشان تفضل تضرب في روسيا بس احنا مش هنخبط في روسيا لان لو روسيا حصل لها تهديد وجودي حصل فيه تهديد حقيقي لحدودها هتستخدم النووي طب لو استخدمت النووي هيرد عليها حد تاني نووي هيحصل لأي العالم هينتهي انا هنتهي وانت هتنتهي القوي هينتهي والضعيف هينتهي الاتنين هينتهوا لانه الروسيا دي عندها مثلا الفين راس نووي فهشوف يقفلوا العالم كله قصة في امريكا نفس قصة في الصين نفس قصة فعالم ما بعد واي دول عندها قوة نووية هي سايباها لاخر خطوة لو انا هتعرض لتهديد حقيقي صح انما طالما احنا كده نخبط ونحارب في اراضي حتة تانية تمام يعني فده كلام برضو انا بشوف انه فيه مبالغات ومبالغات لانه كل الناس زي كده لما بوتين قال انه هو هيرفع درجة الاستعداد النووي هو هيدرب نوو مين ده مش منطق انه يحصل طب لو ضرب ولو ترد عليه لو ضربوا مدن حدودية عنده وهل الناس اللي عنده هيسيبوه لا فهو ما فيش حد عايز يوصل للمرحلة دي ولا حد هيوصل لها دي نهائة العالم ده بالنسبة للنووي هل فيه احتمال الصدام بين روسيا واوروبا هو صدامها باقتصادي زي ما هو ما حصل اكثر من كده مش هحصل بقى اوروبا نووية وروسيا نووي مش هندخل في الظهم مصري احنا بعد الحرب العالمية التانية لغاية دلوقتي كل حروب القوى العظم وهي حروب بالوكالة يعني امريكا حرب التحاد السوفيتي فين بينها دعمت الناس في افغانستان مثلا يعني فانت حروب في اماكن تانية زي اللي بيحصل في لبنان لبنان طول عمرها ساحة لحروب بالوكالة ما بين مثلا ايران يعني بيحطوا في النص نفس اللي بيحصل في ليبيا جنبنا نفس اللي بيحصل في سوريا فيها حروب لدول تانية لها مصالح مش عايزة تضرب بعض مباشرة لانه لو ضربوا بعض مباشرة مشكلة صعبة نروح لصومال واثيوبيا واللي بيحصل فيها دلوقتي تقدر تشرحها لنا بطريقة مبسطة طيب ببسطة انه الصومال بعد استخلالها قمت فيها دولة دولة كان دولة وعدة وبدأ فيها نظام كويس وبعد كده الدولة دية دخلت في حرب مع اثيوبيا اثيوبيا تحلف معها الغرب وتحلفت معها امريكا وقدروا ينتصروا على الصومال الصومال بعدها تحولت لدولة فشلة يعني دولة مش عارفة سيطرة كان عندهم اقتصاد لاختصاد النهار تماما بعد لما كانوا دولة عندها زراعة عرب مثلا بيأكلوا على أقل يعني بقى عندهم مجاعات وبقى الموضوع صعب فحصل انه قليم من الصومال اللي هو صومال لند عمل ما يشبه الحكم الزاتي وبعد كده اعلم استقلاله الاستقلال بتاع صومال لند ما فيش اي دولة في العالم معترف بيها اعترفت بيه يعني هم تايوان اعترفت بيهم بس هي تايوان نفسها مش معترف بيها بالزبط يعني فيش دول معترفة تايوان فهو أقليم غير معترف بيه دلوقتي أسيوبيا أسيوبيا في الأول كان عندها بحر البحر بتاعها دوت في أقليم أريتريا أريتريا استقلت عن أسيوبيا هيا كمان أصبحت أسيوبيا دولة كبيرة دي دولة حبيسة ما تعرفش ما عندهش أي منفذ على البحر وعندها مشاكل مع أريتريا ما بتخلاصش فإيه اللي حصل راحوا لصومال لاند وطلبوا إن هم يعملوا قاعدة عسكرية هناك لأسيوبيا مقابل إن أسيوبيا هتعترف ديهم اللي حصل ده مخالف لمساكل الاتحاد الأفريقي اللي هو أصلا مخرو أسيوبيا لأن التحاد الأفريقي بيقول لا إحنا معاها وحدة الصومال يعني إحنا أصلا ضد اللي انتو بتعملوه ده اللي هو مخرو أسيوبيا من ناحية التانية في قوات حفظ السلامة وجودة في الصومال القوات ديها تبعيتها من؟ بعيتها للاتحاد الأفريقي الصومال طلبت إن أخوات دي يكون قوات مصرية فإحنا راحين مصر مصر عمرها ما بتخش الجيش المصري عمره ما بيروح في بلاد بعيدة عن حدوده يعني إحنا راحين بمهمة من الاتحاد الأفريقي ده أصار أسيوبيا لأن هم عندهم نيات سيئة أنت دلوقتي بلكلمني عن الاتفاق بين مصر وإريتريا بين مصر والصومال إريتريا اللي رايز أسيوبيا الحفاظ على الأمن في الصومال ده دي قوات راحة ضمن بعسة لاتحاد الأفريقي ده دي أسيوبيا لأن أسيوبيا عندهم سؤنية هم تخيلوا لما فيه قوات مصرية تكون بتحفظ الأمن والسلام في الصومال فهي كده هتضربهم وده مش يعني ده مش معتقدش ان ده تفكيرنا ولا ده ولا دي طريقاتنا فهقالوا أن احنا هندعم استقلال صومال لانت اللي هو أصلا ضد خارات الاتحاد الأفريقي تاني اللي مخره موجود في أسيوبيا داخل كله في بعض فقالوا مع أنه أخلي بالك الصومال دي دولة عضو في جمع الدول العربية يعني بينهم معادة دفع مشترك موجودة من 70 سنة ولا حاجة زي كده اللي حصل دلوقتي أنه أسيوبيا مصررة أنها تكمل في اللي عايزة تعمله مصررة أنها تعمل القادة العسكرية مصررة أنه طلعوا تكلموا بشكل صريح أنهم عايزين القوات المصرية تمشي من الصومال مصر قالتني أنها بتدعم الصومال وبتدعم وحدة أراضي الصومال اللي هو ضمن قرارات الافتحاد الأفريق وضمن قرارات المجتمع الدولي اللي أسيوبيا بتعترض عليه هو ده الوقت اللي بيحصل مصر وأريثريا لأن أريثريا تهمها المنطقة يحدودها فمصر وأريثريا مع قانون الدولي مع شرعية دولية حفاظ على الصومال موحد أسيوبيا للأسف مع تفكك الدوليين لحاجة واحدة بس صومال اللي أندي في الآخر دولة ما فيهاش مخاومات دولة صغيرة فأسيوبيا قايت لها الدولة القاعدة وهنديكم مزايا اقتصادية وهنا أعترف فيكم فعشان كده وافوا طيب شريف قلنا حاجة إيجابية شوي قبل ما نقفل معاك الحلقة قلنا الأوضاع الفترة الجاية هيحصل فيها إيه فيه أي أمل حاجة تبسطنا شوي لا لازم يكون فيه عندنا أمل طبعا يعني ربنا يسهل يكون عندنا أمل ربنا يسهل بنشوف يعني حاجة اقتصادية في فترة جاية ممكن يكون عندنا فيها أمل اللي في الآخر خلي بالك هو كل ده بيحصل حوالينا بس العالم كله بقى فكر في الاقتصاد أنا بأزيك إزاي اقتصادية صح فإحنا كل اللي بنعمله الفترة الأخيرة عشان نعرف نصخل أو صحيا صحيا بأزيك اقتصاديا برضو برضو طبعا وأنت لو أنت معتل مش هتعرف تشتغل صح ولو أنت مأزي اقتصادية مش هتعرف تعالج الناس اللي عندك فهو من كل النواحي يعني فإحنا اللي بنشتغل عليه الفترة ده اللي بعلنا عاخر عشر سنين إحنا يكون عندنا استقلال اقتصادي عشان في كل الحاجات اللي بتحصل دي إنه إحنا قادرين إن إحنا نقف ع رجلنا لوحدنا ما نكونش رقابتنا في إيد حتى فيعني يمكن ده اللي يكون إيجابي للفترة الجاية الكاتب الصحفي شريف بديع نور بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة ونورتنا كالعادة اسلامي اسلامي شكرا وبكده نكون خلصنا حلقاتنا النهاردة نشوزكم الأسبوع الجاي بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة